شهر مارس هو شهر المرأة طبعا بامتياز وعشان كده احنا حبينا نعرف النهاردة ايه المستجد في القوانين الخاصة بالمرأة في عام 2019 وخصوصا ان القيادة السياسية المتمثلة في سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي يعني هو مهتم جدا بالمرأة المصرية وبالفعل حصلت بعض التطورات والقانونية والاجتماعية وعشان كده يستايدني ان يكون معايا في الاستوديو الاستاذة عبير الجميل مقارنة لجنة المرأة بنقامة المحامين نهارك سعيد يا فبا نهارك سعيد اهلا بك يا حبا في البداية عايزين نعرف سبب او توضيح عن لجنة المرأة بنقامة المحامين واسباب تأسسها هو احنا في نقامة المحامين طبعا في عدة لجاب لجنة الشباب ولجنة حريات ولجنة مرأة فهي لجنة المرأة لجنة من لجان كتير في نقامة المحامين بس الحقيقة انا بنتهز فرصة مش عشان اتكلم على لجنة المرأة اتكلم على المحامية يعني المحامية من اسكندرية لأسوار هي الحقيقة أنا بحييها بحييها في عيد المرأة لأن المهنة المحامية من المهنة الشقة جدا ومهنة المحامية بتتطلب ظروف خاصة يعني دايما بتبقى المرأة فيها بتتحمل جهد أكبر الصبح في المحكمة وبالليل مكتب وبتتعامل مع نوعيات معينة من الشغل ونوعيات معينة من الموكل فبتبقى عايزة قدرات خاصة شوية فأنا بحيي المحامية بتبقى عايزة تبقى جديدة شوية جدا 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 فالحقيقة هي لجنة المرأة هي أسبابها أو خدمتها تختص بها شوية المحامية إنها بتوفر مجهود أكتر للمحامية بتعمل لها ظروف للعمل إذا كانت واجه مشاكل بتقف معيها فهي لجنة المرأة بتركز شوية على المحامية ومشاكلها وظروفها برضو إحنا بنشتغل في نقابط المحامين مع المحامية والمحامية بس إحنا برضو بنحاول نقرب وجهة النظر للمحامية أكتر أو أنا عمتا بحس قوي بمشاكل محاميات عشان أنا محامية فبحاول دايما أن أنا أكون قريبة منهم إيه أهم القوانين اللي تعملت أو المسؤوليات اللي تبنتها لجنة المرأة في الفترة اللي فاتت؟ والله إحنا أي قانون بيدخل مجلس شعب وبيدخل مناشته إحنا بنحاول نشارك فيه بدعنا بقانون إجراءات الجنائية وعندنا في مجلس شعب بجلسات استماع لي ونقشنا فيه في قانون إجراءات جنائية وعملنا في نجلة المرأة منقشة لقانون الأحوال الشخصية وعملنا فيه ندوات كتير في قانون الأحوال الشخصية وجبنا مقدمينه الدكتور محمد فؤاد قعد وشرح القانون بتاعه وعندنا نقشنا في نقابة المحامين قانون الأحوال الشخصية ومؤخرا بقى بنقش لجنة المرأة بمشاركة مع لجنة الحريات في منقشة الدستور تعديلات الدستورية لو حددتك بس توضح لنا أكتر نبقى specific أكتر في القوانين اللي أنتو بتنقشوها هو الشاغل الرأيي اللي عام دلوقتي أو اللي إحنا مهتمين بيه قوي هو تعديل قانون الأحوال الشخصية لأنه هو ده قانون المرأة بأننا بنتكلم النهاردة عايزيننا عندله من إيه لإيه؟ هو فيه تعديلات كتير هتطرق على قانون الأحوال الشخصية أهم التعديلات هتبقى بالنسبة للاستضافة يعني هيبقى فيه لو كان فيه اتفاق بين الترفين هيبقى فيه استضافة للأب يوم في الأسبوع أو لو ما فيهش اتفاق هيرفع عادية وياخد يوم في الأسبوع استضافة وأنا شايفة صراحة أن التعديلات دي ليش لمصلحة لأب ولا أم هتبقى لمصلحة الطفل لأن في الأول في الآخر الطفل هو اللي بيبقى الطفل هو اللي بيبقى بيدفع نتيجة أي خلاف بين الترفين فإذا كانت الاستضافة دي في مصلحة الطفل فإحنا معيها مع الاستضافة لأن هنا الابن بيبقى أو الطفل بيبقى شوية بعيدة عن الأب لأ في الاستضافة هيقرب من الأب ويقرب من أهل الأب واحتمال ان هو يبقى فيه عاطفة يعني ما تبقاش الأمور جافة كده بين الأطفال والأباء يعني بس لو حضرتك بس قدروا توضحي لي ايه الحاجات اللي تهم المرأة وحضرتك بتشتغلوا عليها دلوقتي زي ما حضرتك قلت ان انتو بتغيروا حاجات في الأحوال الشخصية عشان أحسن لحال المرأة صح؟ أحسن لحال المرأة طبعا النفق ان احنا طبعا النفق دلوقتي بالله تتساوى مع المستوى المعيشة اطلاقا يعني اذا كان مرتب الزوج بيبقى ساعات عالي والقاضي بيدي نفقات لا تتساوى فهل هيبقى فيه قانون من نقدر من خلاله؟ طبعا هتبقى فيه حاجة إلزامية مش اختيارية للقاضي هتبقى فيه حاجة إلزامية ان هيكون مثلا تلت مرتب الزوج دوت مكرر لنفقة الأولاد والمرأة طبعا هيبقى لها هي لو مطلقة هتبقى لها نفقة حضانة ونفقة أجر مسكن لها طبعا كل النفقات وده ما كانش متواجد قبل كده؟ لا كان لها نفقة حضانة وكان لها نفقة أجر مسكن ولكن كانت تقديرية للقاضي لكن بعد كده ان شاء الله هتبقى في حدود مثلا نسب معينة القاضي ملزم بيها ماشي اختيارية ما يقدرش يتنازل أو يقلل من النسبة لا 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 هتبقى نسبة معينة وده طبعا انتصار لكثير من الأمهات المطلقتات اللي بيعانهم موضوع ايه الحاجات التانية برضو؟ هي بالنسبة للمرأة طبعا في قانون الأحوال الشخصية احنا دايما ان المرأة ما بتلجأ للمحاكم بتاخد وقت طويل جدا مظبوط صح يعني احنا بنعيني في المحكمة ان القضايا بتاخد وقت طويل جدا فان شاء الله هيبقى فيه سرعة الفصل في القضايا هي النهاردة فيه مكاتب تسوية في محاكم الأسرة بتقوم مكاتب تسوية دي بمناقشة الطرفين اذا كانوا اتفقوا على مبادئ معينة بتعمل لهم محضر صلح ويبتدقوا محضر صلح ده ممكن ينفذوا به ويشتغلوا به بعد كده بعد كده هتبقى فيه سرعة في الفصل في القضايا اذا كانوا الطرفين موجودين قدام القضي ممكن يحكم في القضي في نفس الجلسة او جلسة اخرى مش هبقى فيه تطويل امد التقاضي بهذا الشكل ده قبر مفرح جدا لانه معظم الستات بتبقى عندها مشكلة ان هي بتبقى عايزة تاخد حقها ولكن للأسف بتبقى مش هعايزة تخش فيه الشهور الطويلة او السنوات الطويلة اللي بيبقى فيها حل هذا المزيع ايضا قضية الزواج المبكر دي من القضايا اللي كلنا كمجتمع كنا بنتكلم عنها وبنتناقش فيها على المستويات التشعية وايضا القانونية هل فيه جديد في هذا القانون؟ هو بالنسبة للزواج المبكر هو يعني مرفوض في القوانين القديمة وفي القوانين الجديدة لكن للأسف المجتمعات وخصوصا في تحايل اه بالزبط المجتمعات بتتحايل على القوانين بانها بتخلي البنت هو مفروض انها ما بتتجوزها قبل 18 سنة والمقذوم بيرفض الزواج قبل 18 سنة لكن فيه أسر للأسف بتروح تعمل شهادة ميلاد بسن اكبر من 18 سنة اللي هو يخلي البنت عندها يبقى عندها 15-16 سنة خليها عندها 19 سنة أو 20 سنة عشان يتمكن من تزوجها وده بقى اللي بيحصل بعد كده ينتج عنه كم من المشاكل مشاكل كبيرة جدا مشاكل اجتماعية على المجتمع وقايدا على الدولة أكيد أكيد وأطفال اللي بيدفع نتيجة الكلام ده طبعا الأطفال هل فيه أي جديد في هذا القانون؟ هو أصلا مجرم في القانون القديم وفي القانون الجديد لكن لا إحنا فيه تحايل يعني هل مثلا بدأنا إن إحنا نشوف لو ينفع إن إحنا نسد خنات أو الثغرات اللي موجودة في تحايل البعض الأباء على القانون؟ هو الثغرات بتتصدق إذا كان الضمير يصحى يعني لو أنا جاري لقيته بيجاوز بنت وهي صغيرة وروحت أنا قلت له أو بلغت عنه همنع ده لكن للأسف القانون هيجيب الزيل إذا كنت ينتي مقدمة أوراق بتفيد إن هي مش قاصر أو عندها عدة 18 سنة القانون هيعقبه الزيل وفي الآخر هي اللي بتكفع التمن هو بيقبض المهر الزواج المبكر بس أجيت دور اللجنة اقترحت بعض المقترحات عشان نحد من هذه الظاهرة لا إحنا لجنة المرأة داخل قبط المحامين يعني ما نتخلناش في هذه الظاهرة صراحة ولا نقشنيها لكن إحنا بنتابع القوانين اللي بتصدر في مجلس شعب وبنحاول نخش نقش فيها أستاذ عبير عايزين نتكلم بشكل خاص على مشاكل الأسرة المصرية إيه أبرز المشاكل اللي حضرتك شايفها في وجهة نظر حضرتك أو بقية حضرتك هي مشاكل الأسرة المصرية كتير قوي فيه تباعد كبير بين الأبناء وبين الأباء جايز يكون الإنترنت والتكنولوجيا وخلافات الزوجية بين الأب والأم بتخلي فيه تباعد كبير بين الأبناء والأباء فأنا شايفة مشاكل اقتصادية ومشاكل اجتماعية ومشاكل نفسية ومشاكل إلكترونية فيه أسباب كتير قوي للمشاكل العصبية بين الأب والأبناء بين الأم والأبناء بين الأب والأم دي كلها بتؤدي لانهيار أحيانا البيت وانهيار المجتمع لأن كترة الخلافات الزوجية في البيت بتأسس أبناء غير سوين وبتخلي دايما البنت أو الابن يلجأ للأصدقاء ويلجأ للأصحاب ويلجأ لخارج البيت وبيخرج من البيت وهو حاسس أنه هو بيخرج لحاجة أكتر سعادة فإذا توفرت ليه الراحة والسعادة داخل البيت والطمأنينة والتقارب والصداقة بين البنت وأمها وبين الولد وأبوه وبين الأبناء والأباء بصفة عامة هيبقى هينتج عنه أبناء سوين لكن المشاكل الزوجية والمشاكل الأسرية غالبا هي اللي بتسبب انهيار الأسرة هل ممكن نقول أن المشاكل دي بترتقل مستوى الزهرة الاجتماعية أو التحول في شكل الأسرة المصرية؟ أكيد أكيد أن كل طرف بيبقى جاي مضغوط من الحياة الاجتماعية أو جاي مضغوط من فبيخرج الضغط ده داخل البيت والمفروض أن البيت دوت هو العلاقة الألفة اللي هم بين الأطراف كلها لكن لما بيكون كل طرف جاي بينفس غضبه في هذا المكان فبيتحول البيت لصراعات طبعا رأي حضرتك دور البرلمان إيه في حياة المرأة يعني هل حضرتك شايفة أنه البرلمان قدر في خلال السنوات الماضية أنه هو يجيب للمرأة بعض المكاسب؟ هو المرأة حصلت في السنوات المؤخرة على حقوق أكتر بكتير من الأول بس لسه عايزين تين وطبعا فيه في التعدلات الدستورية هيبقى فيه كوطة وفيه نسبة في البرلمان ونسبة في كل مكان كوطة للمرأة فإحنا النهاردة في التشريعات حتى في دستور تعديل الدستور الجديد فيه نسبة الربع في مقعد البرلمان للمرأة البرلمان برضو يعني بداية من بعد الثورة وبعد انتخاب رئيس السيسي بدأوا يهتموا بالمرأة ودورها في الانتخابات بيهتموا بالمرأة ودورها في الانتخاب وطبعا أن فعلا المرأة مؤثرة بشكل كبير في كل شيء فالنهاردة المرأة عددها كبير في مجلس الشعب المرأة عددها كبير في مجلس النواب وبالتالي فهي دايما بتطرح قضايا المرأة في مجلس النواب الأول ما كانش كده كان العدد ضعيف جدا فكان برضو بالتالي مفيش طرح لهذه المشاكل كتر عدد النواب وكتر الكوتة بتخلي دايما أن في طرح المشاكل المرأة عايزين نكلم على التعاون ما بين النقابة والمؤسسات الخاصة بالمجتمع المدني التعاون بين النقابة ومؤسسات المجتمع المدني الحقيقة احنا عندنا شخصيات كتير ما بين نقابة المحامين وما بين المجتمع المدني ودايما بيبقى فيه لقاءات وندوات ومنقشات منقشات لقوانين ومنقشات لقوانين المرأة ومنقشات مشاكل الأسرة كل ده بيبقى برضو تحت رعاية القانون المدني وبنودي منها مجموعات وأفراد وبنودي وفود بتروح تاخد دورات في المجتمع المدني وتاخد منها ثقافة وفيه لا دايما فيه تبادل بين المجتمع المدني وبين نقابة المحامين هل حضرتك شايفة أن دور محاكم الأسرة بتساهم فعلا في حل مشاكل الأسرة المصرية؟ بنسب يعني محكمة الأسرة بتحل طبعا المشاكل إذا كان يعجز الطرفين عن حل المشاكل ويعجز الأهل بين الزوج والزوجة على حل المشاكل فبيلجأوا الطرفين لمحكمة الأسرة فبيبدأ محكمة الأسرة بالتسوية لو إحنا دخلنا على مكتب التسوية بيلاقي أن الموظفة موجودة وبيعود معها الطرفين الزوج والزوجة وإذا اتفقوا على شيء معين بتقوم بتكتبوا الموظفة في صورة محضر وبتمجي عليه الطرفين وبتجي عليه صغة تنفيذية وبيبتدي الطرفين بالالتزام إذا كان الأب بيلتزم بموجبات معينة أو الأم بتلتزم برؤية الأطفال أو الأب بيلتزم بنافقة بيلتزم بواجباته بأي كان بيبقى فيه ده كله موثق بمحضر ده قبل رفع الدعوة تديهم فرصة يعني فيه عنده هنا فرصة في مكتب التسوية قبل رفع الدعوة أما برضه إذا استحالت التسوية بينهم الودية في مكتب التسوية يعني فيه تسويات ودية بين الأهل قبل التسوية لكن برضه بتديهم فرصة للتسوية داخل محكمة الأسرة فهنا دي فرصة إنه ممكن الطرفين قبل دخول برضه المحكمة إنه هم يتفاهموا على أشياء معينة وينفذ زوجة بيأخذوا عليها صغة تنفيذية وبمثابة الحكم يعني بيبقى ملزم بيها الزوج ملزم بيها الزوجة برضه ولو حد من الاتنين ملتزمش بهذه التفاقات لو حد ملتزمش من حق الطرف التاني إنه هو يدخل المحكمة ويقدم هذا المحضر اللي اتفقوا عليه سواء كان قبل دخول محكمة الأسرة ممكن الطرفين يكونوا متفقين وبرضه طرف ما يلتزمش فمن حق الزوجة أو الأم إنها هتخل دخل محكمة الأسرة وتقدم محضر الصلح ده اللي بين الطرفين وفي الحالة دي القاضي ملزم بتنفيذه القاضي ما بيكتهدش يعني إذا كانوا اتفقوا على نفقة 2000 جنيه لأنه تبقى واضحة بقى سعيدة ما يدهمش ألف لأ ده هو الزوج هنا أو الأب أقرب هزة المبلغ ده في حالة محكمة الأسرة أما بقى إذا الطرفين ما اتفقوش خالص لا في القبل ما يدخلوا المحكمة ولا في محكمة الأسرة في التسوية ده بقى هنا القاضي وتقديره القاضي بقى تقديره في النفقة القاضي وتقديره في نفقة الزوجية القاضي تبقى لبردو التحريات المبيحس اللي بتجي جيله بصلا ده بيشتغل دخله كذا طبعا ما أكتر التحيل على تحريات المبيحس ما أنا قلت لسه هسأل حضرتك هل تحريات المبيحس دايما بتبقى فعلا منصفة؟ لا طبعا لا طبعا تحريات المبيحس منين هتقدر دخل الفرد؟ يعني منين أمين الشرطة اللي بينزل يسأل ده بيشتغل إيه؟ هيعرف دخله إيه؟ طبعا لا إذا كان موظف حكومة أو إذا كان موظف في جهة حكومية هو ده الحالة الوحيدة اللي بتقدر تجيبي دخله لكن إذا كان غير كده طبعا استحيل في رأي حضرتك إيه أكتر مشاكل الطلاق أو الأسباب اللي بتؤدي إلى الطلاق ما بين الأسر المصرية أو مثلا الحالات اللي بتيجي لحضرتك مثلا كمحانية؟ هي بالنسبة لمشاكل الطلاق بتبقى كتير قوي مشاكل الطلاق أسبابها كتير اقتصادية ومؤخرا بقت بنسبة تناول الزوج للإدمان وتناوله لعقاكيره المخدرة بتسبب يعني اضطرابات نفسية في البيت غير طبيعية لأنه هو بيبقى غير قادر لا ماديا ولا عصبيا ولا اجتماعيا إنه هو يتعامل مع البيت إنه هو فيه فلأسف إن معظم المشاكل اللي بتحصل في الأسرة النهاردة نتيجة الإدمان دي واحد اتنين نتيجة عدم التكافؤ الاجتماعي أو دي مشكلة موجودة كتير قوي لا ما هو مشكلة موجودة كتير جدا لإن دايما بيكون الزواج بقى ظاهره ورد وظهور وبطنه وحياة وفي أغلب الأوقات إنه فيه سيدات تتير جدا بتبقى حاصلة مثلا على شاهدة جامعية وبتتزوج من أشخاص مش حاصلين فبيبقى فيه طبعا عدم تكافؤ هو عدم التكافؤ الاجتماعي ده سبب مشاكل كتير النهاردة هي بتبقى جاية نشأة من بيئة اجتماعية معينة سواء كانت متعلمة وهو مش متعلم أو سواء كانت هي وسط أعلى شوية منه أو هو وسط أعلى منها فده بتخلي إن السلوكيات بعد الجواز بتصطدم بتصطدم وببقاش فيه حد من الطرفين لأن كل واحد ماشي بحتة ما بيتقابلوش يعني دولاتي إحنا قلنا الإدمان وقلنا عدم التكافؤ الاجتماعي إيه كمان ممكن إيه سبب؟ الإدمان وعدم التكافؤ الاجتماعي وطبعا العنف العنف بيجي برضو نتيجة أسباب العنف بيجي نتيجة الإدمان أو إن يكون طبع الطبع ما برضو ما في الزوج إذا كان متعود على العنف وعالضرب وعلى كده ما بيتغيرش فالعنف ده سبب برضو مهم برضو فيه فيه من الأسباب برضو الطلاق اللي هو عدم توفير البيئة الملأمة يعني مثلا يتكون هي مثلا سكنة في سكنة مثلا عايزة أقولك متعودة على وضع معين وعلى سكن معين وبعد كده هو ياخدها مثلا بلد تانية ويوعد لوحدها لا ده ممكن ياخدها بلد غير البلد خلاصة يعني ممكن لو هي وقعدها هي نفسها لا لا ياخدها مثلا في السعودية ياخدها في السعيد ياخدها في اسكندرية فارتبست لدي نفسها وحيدة وهو للأسف طول الوقت برر البيت فبتلاقي دائم برضو فيه مشاكل فبتلاقي فيه ناس ما بتستحملش ما بتستحملش البيئة الغير الملأمة دي يعني فيه ناس ممكن تستحمل وتأقلم وتبتدي حياة جديدة في أماكن جديدة وفيه ناس لا فأسباب طلاق كتير قوي طلاق حضرتك يعني شفتيها والله أغرب حالة طلاق بتبقى بعدها بيوم مثلا أو في نفس اليوم أو في نفس اليوم في ناس فعلا بتعمل كده بيبقى اختلافة على القيمة بيبقى اختلافة في الفرح يا ده في حالة طلاق في الفرح يعني مش عاية فعلا مش أكبر مفبركة فعلا هي القيمة دي بتسبب مشاكل كتير جدا وخاصة بقى بيبقى الطرفين مشحورين فممكن هم بيكتبوا الكتاب بعدها بساعة فبتبصت لقى حصلت مشكلة إن كانت القيمة ما كتبتش لا ما مضاش عليها لا خلاص فبيقولك لا نطلق قبل الجواز قبل الزفاف بس طبعا دي بتبقى حالات صعبة إنها بتبقى تحكم عليها أو بعد برضو كتب الكتاب وقبل الزفاف فيه ناس بتكتب الكتاب وتقعد فترة على الزفاف فدي برضو بتحصل طلاق كتير بسبب اختلافات برضو على تكوين الأسرة وعلى القيمة وعلى المشاكل دي فتبصت تلاقي فيه طلاقات كتير نسب طلاق كتير قبل الزواج بس برضو في الآخر بتبقى المرأة تعتبر مطلقة هل لو النيابة قدت تصريح أو تفيد أو قدرت إن هي هتدي صلاحيات أكتر للمخبر إن هو يروح للزوج مثلا في جهة العمل ويقدر يطلع مستندات رسمي بمرتبه أو كده ده يساعد أكتر ما هو لو راحت النيابة بعتت ده معناه إن الزوج ده ليه مكان ليه مكان يعني إيه يعني موظف في أي جهة أو موظف حتى لو عمل خاص بس موظف في شركة موظف في هيئة موظف في أي شركة خاصة لو هو الزوج موظف في أي مكان يعني أي مكان حكومي المحكمة بتدي تصريح حاجة اسمها تحري فالجهة الحكم اللي هو الشغل بتاعه ملزم برد بالزبط الرد على هذا التحري لكن لو كان الزوج مالوش في بيعمل عمل خاص بس عمل خاص شركة يعني برضو ممكن يكون بيشتغل في شركة خاصة أو في أي مكان خاص يعني بس مش جهة حكومية فهنا ممكن يحصل تليعه يعني إذا كان هو مثلا سيب ياخد خمس تلاف جنيه لأ ممكن يعمله يجمله يدره بألف جنيه لكن الجهة الحكومية ما بتقدرش تتليعه هنا لو ما فيش حاجة اسمها مخبر وكيد نيابا يبعت مخبر هو ده جوابات ورق بيروح ورق بيجي في حالة بس أمين الشرطة أو التحري إذا كان هو بيمتهم مهنة حرة ما بيشتغلش في أي مكان يعني بيشتغل مثلا عامل اللي هو بياخد قوته اليومي أو أجر يومي بالضبط كده اللي هو الأجر اليومي ده اللي هو غير محدد ده بيبقى صعب فده بقى بيبقى تحديده حسب وجهة نظر الأول حسب لا حسب التحري اللي بيجي من الاسم اللي هو أمين الشرطة اللي بيعمله أو الظبط اللي بيمتع عليه بيقول ده داخله اليومي مثلا 100 جنيه داخله اليومي 200 جنيه والقاضي بقى بيحدد بنان عليه طبعا إحنا ما عندناش أو أغلب الناس هنا في مصر ما عندهاش وعي قانوني قوي إيه أهم النصايح اللي حضرتك تقدر تديها للناس هنا من خلال البرنامج علشان ينتبهوا ليها قانونيا شوية أنا عايزة بس أوضح إن نسب الطلاق في مصر يتعتبر من أكبر وأعلى نسب في العالم يعني إحنا عندنا 4 مليون حال الطلاق 4 مليون 4 مليون حال الطلاق 250 حال الطلاق في اليوم يعني كل 4 دقائق ده رقم مخيف قوي 250 حال الطلاق في اليوم 250 حال الطلاق في اليوم تقريبا يعني ده الناس بتسحب بدل ما تنزل تشتغل أو يصبحوا على بعض أو كده بينزلوا يطلقوا ده بدون تفكير النهار ده الطلاق بقى بدون تفكير بأول مشكلة بيحصل حال الطلاق بدون تفكير فأنا طبعا بدي النصايح دايما إن قبل الزواج إن بقى فيه دراسة شديدة للزوج والزوجة مفيش حد يقول المشكلة اللي حصلت دي مشكلة عابرة أعديها أو الموقف اللي حصل ده ده موقف استثنائي لأ لازم أدرس الموقف اللي حصل وأدرس الزوج وأدرس البيئة الاجتماعية اللي طالع منها دايما أحاول إن أنا دايما أحاول إن أنا أشوف الحياة الاجتماعية اللي الزوج عايشها هي دي اللي هتنطبع على البيت عندي يعني التربية اللي الزوج ده ترباها في بيته الأم بتعمل أب إزاي الأب بيعمل أم إزاي هو الإبن هيعمل مراته كده لأن هو نشأ في هذه التربية فدايما برضو بالنسبة للزوج دايما يلجأ للاختيارة عن طريق يعني مش يختار كده بشكل عشوائي لأ يلجأ للاختيارة عن طريق برضو البيئة وإذا كانت هي يعني وبتالي ده إستاذ منهم ما يبقاش في زواج مبكر أصلا يعني لازم يبقى يستنى لما العروسة تبقى كبيرة شوية وأنهم يدرسوا بعض أكتر وكده لا ده زواج المبكر ده كرسة زواج المبكر ده ممكن وبتلاميذ طلبة في سنة ويحبوا بعض ويعيشوا في الدور ويقولوا إحنا نروح نتجاوز والأهالي بتسمع الكلام وتروح تجاوزهم وبعدك وتفرح بهم وتعمل فرح وتجاوز وبعد ما فيش سنتين هو يعقل وهي تعقل وكل واحد يدور على حياة تانية وممكن بعد التعليم تبصت لأي هيوة مش مناسب ليها وممكن بعد ما هو يتعلم لأي هيوة مش مناسبة ليه خالص فدي كوارث زواج المبكر للأسف أستاذ عبير جميل من قررت لجنة المرأة بين قابة المحامين بشكر حضرتك جدا وبتمنى لك نهر سعيد أهلا وسهلا نهرك سعيدة فقط تارog نتلاح الأفكار والن procedure أهلا وسهلا نا Țفاخر